بداية جدد المستشار الألماني أوليف شولتس رفض بلاده الدعوات لمقاطعة امدادات الطاقة الروسية شولتس خلال ندوة صحفية حقدها رفقة رئيسة البرلمان الأوروبي في برلين اعترفان العقوبات المفروضة على روسيا تضر حقا بالاقتصاد الألمانية وذكران دولا أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا وتؤيد موقف برلين بشأن محارضتها لفرد حظر على امدادات الطاقة من روسيا موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة لم يتغير هذا ينطبق أيضا على عديد الدول الأعضاء الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الفحم والغاز والنفط أكثر بكثير من ألمانيا ولا ينبغي ترك أي دولة تحت رحمة أزمة طاقة في عز البرد لكن ما قررناه هو أن نستقل بأنفسنا عن واردة الفحم والغاز والنفط من روسيا في أسرع وقت ممكن ونعمل على ذلك بسرعة وكثافة كبيرين وإذا نجحنا في ذلك فسيؤدي هذا التأثير تلقائيا للتخلي عن الطاقة الروسية لا تزال هناك خطوات طويلة ينبغي اتخاذها في هذا الاتجاه ويجب إبرام العقود في جميع أنحاء العالم ونحن نعمل على ذلك جنبا إلى جنب مع كثافة عالية في كل مكان في أوروبا ويجب أن نعمل على ذلك جنبا في أوروبا